استشهد شبان فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وذلك إثر اقتحامها مخيمة قلندية شمال مدينة القدس لهدم منزل الأسير محمد أبو شهين وأسفرت المواجهات عن إصابة العشرات بحالة اختناق نتيجة قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الاحتلال لتأمين عملية انسحابها بعد تفجير المنزل شكرا